سيكس ناين كما العادة لازال يبعرون بأفعالي وتصرفاتي اللامتناهية كعادتي ولعل أبرز ما تمت مشاركته له هذا الأسبوع مع جوم هوري بعد إعلان عودته في 15 من أبريل هذه السنة فيديو يوضح فيك وليس تصوير أحد أغانيه الجديدة من ألبومه الجديد الذي سيكون باللغة الإسبانية وللمعرفة المزيد تابعونا بعد الإنترو منذ سنة 2021 توقف السيكس ناين تماما عن الغناء وتوقف عن نشر أغانيه بسبب المشاكل التي حصلت له في نهاية سنة 2020 مع جميع النقاد وجميع المسؤولين الكبار في منصات الموسيقى الكبيرة والمعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية مما جعل مسيرته الفنية تشدمر بشكل كبير وأصبح معروف باسم الفقر الواشي الذي وشى بأصدقائه بعد الحادثة التي وقعت له في الماضي عندما ساعد منظمة الـ FBI للإمسف بجميع أفراد الإصابة التي كانت سيكس ناين ضمنها في بيع المخدرات والاعتداء الجسدي على الناس سواء الناس العادية أو المغنين الراب الذين ينفسوه في المجال لكن سيكس ناين اختفى لمدة طويلة تجاوزت السنة لكي يحاول إصلاح أخطائه الماضية وبدأ مسيرة جديدة من جديد وتصبح له شعبية كبيرة من جديد ويصبح محبوب من الجمهور كما كان في الماضي لقد لعب على نقطة ضعف الإنسان التي تميزه ألا وهي النيسيان النيسيان يجعل الجمهور ينسى ما فعله الفنان في الماضي وهذه فعلا طبيعة الإنسان على مر العصار ويتحمس أيضا للحظة عودته بعد إختفائه وهذا ما فعله سيكس ناين هذه المرة لقد اعتفل في فترة طويلة والآن سيعود من جديد بقوة كبيرة التريلر الذي ظهر به سيكس ناين مؤخرا جعل مواقع التواصل الشماعي تنقلب كلها ويصبح سيكس ناين تريند في أمريكا من جديد وتبين أن الجمهور لم ينسى سيكس ناين بل ربما زادت تعبيته أكثر فأكثر مقارنة تنبيل معدي وهذا فعلا شيء إيجابي في مسيرة سيكس ناين وهو تم إعلان داخل التريلر أن الألبوم صوفا يمنزل هذا الأسبوع تحديدا في جاري 5-15 أبريل من هذه السنة وسيكون باللغة الإسبانية لأنه في السنة 2020 وقع سيكس ناين ناقد مع أحد الشركات بقيمة 10 مليون دولار ومفادها أنه على تكاشي أن يغني ألبومين الأول باللغة الإنجليزية والتاني باللغة الإسبانية لكن سيكس ناين خالف الاتفاق ونزل ألبوم واحد فقط في سنة 2020 وتوقف لعدة أسباب أبرزه إنقلاب كل من كان يدعمه عليه وتمت محاربته بعدة طرق لكي لا تنشهر أغاني سيكس ناين ولا يحقق نجاح أو مشاهدات على اليوتيوب لقد أعلن سيكس ناين في الشهر السابع من سنة 2020 أنه سيطلق ألبوم جديد في تاريخ الرابع سمجمبر من نفس السنة وروج لي الألبوم بشكل كبير داخل أمريكا وصرف عليه مئات ألف دولارات وجعل من نفسي أضحوك لكي ينجح ذلك الألبوم لدرجة أنه مثلا أنه شخص يؤشد عليه جينسيا وينزع ملابسة الداخلية لكي ينشهر الفيديو وينشهر اللباس الذي كان يلبسه ونزع عليه وكان على اللباس يحمل اسم الألبوم كل هذا لكي ينشهر ذلك الألبوم الآن وغيرها من الأحداث الغريبة التي يفعلها سيكس ناين لكي يجعله من الألبوم ينجح لكن في الأخير فشل الألبوم بشكل كبير ولم يحقق المشاهدات التي كان من المفترض أن يحققها لدرجة أن أكاشي سيكس ناين خرج للشارع وبدأ يوزع اسطوانات التي مسجل عليها الألبوم ووزعها بشكل مجاني على الناس في الشارع فعلا سيكس ناين أحمق على فكرة هذا الكلام الذي سأقوله الآن ليس مكتوب أنا أقرأه فعلا أشعر بالضحك واستضمى من هذا المغفض إنه في قمة فشلي عندما فقد كل مالي وشعرتي فبدأ يوزع المزيد من جروحتي لكي يزيد إفلاسنا لكن هذه فعلا شخصية سيكس ناين ولا أحد يمكنه أن يغيرها وهذا فعلا ما يجعلونا نحبه ونا تقلموا عليه حاليا رغم أننا نحن عرب أو أجنبي لكن أنا نحبه ما يبعله والآن سيكس ناين عندما توقفت طوال تلك المدة لكي لا يفتل كما حصل في الماضي عدم الجديد ليجعل كل الناس تشاهدوا تستمع للآلبوم الثاني الذي سيكون بالغة الإسبانية وهذه المرة سوق له بتريلر واحد فقط لقد حللنا هذا التريلر في الفيديو الذي قبل هذا الفيديو وإذا أردتم مشاهدة سوف أترك لكم رابط تحت في الوصف في مكان التعليقات سيكس ناين وصلت الوجه في نهاية سنة 2020 إلى 33 مليون دولار ويوجد مصادر وفيديو عن هذا سوف أترك لكم الرابط تحت في الوصف الفيديو ومن تلك الفترة إلى الآن صرف سيكس ناين مبالغ كبيرة على سيارة لمبارغيني أو فيراري الجديدة وقلبي سوى مجوارات التي يشريها ويرتديها ولعل أبرز ما اشراه السيكس ناين تكاشي هذا الأسبوع سلسل وخواتهم من الألماس والضعب بقيمة مليوني دولار مليوني دولار تتخيلون الرقم وصيارة خيالية فوق كل هذا مصنوع خصيصا له سوف أترككم مع الفيديو ولي تشاهدوا ما أقوله ولي كي تصدقوا أيضا ما أقوله فعلا ناكاشي أولى أزيد من سنة كان يصرف مبالغ ضخمة ولا ينتج ولا يربح أموال إضافية وإن بقي على هذا الحال فسوف يتعرض للإفلاس بسرعة لأنه لا يشارك في مهل عجلات كبيرة كما كان في الماضي ولا ينزل فيديوهات في يوتيوب وفي التالي لا يربح مهل كبير لشراء أشياء كبيرة في المستقبل وأمله الوحيد يعني يسترجع تلك التروى التي كانت عنده في الماضي هو إصدار ألبوم جديد بالإسبانيا لتحقيق نجاح كبير كما هو متوقع وربما من بين الأغاني التي في الألبوم ستنجح أغنية كما تحقق وشهدت عليها لماذا مثل ديسباتيكو أو قريبة منها وتفوت حاجزها المليار متاهدة في أقل من سنة سيكس لاين فعلا يمكنه تحقيقه مثل هذا الرأس أكاشي وصلت قناته إلى أزيد من 20 مليون مشارك بدون أن ينزل أغاني جديدة دامت لمدة أزيد من سنة وفعلا هذا الرقم دخم جدا وليس من المنطقي أن لا تنزل أغاني جديدة وتحصل على هذه النسبة من المشاركين لكن السيكس لاين كسر المنطق من جديد وحصد هذا الرقم الكبير بسبب شعبيته التي لا تتوقف أبدا وتزيده يوما بعد يوم حتى لو توقف أو ذهب للسجن أو خروج إشاعات أنه يحزل أو لا قدر الله خروج إشاعات أنه مميز فعلا سيكس لاين يحقق مثل هذه الأرقام وهو لا يفعله أي شيء لأنه فعلا لديه كاريزما وحضور يتعله شخصا مميزا مقارنة بباقي مغنيين الراب عبر التاريخ والآن سوف نتحدث وأشارك معكم الإشاعات التي تهرج مآخرا بعد أن أصدر السيكس لاين تريلر الخاص من العودتي إلى أن السيكس لاين عاد فقط ليحقق شروة من هذا الألبوم الذي سيكون بالإسبانيا ويحقق مبيعات لملابس التي يبيعها وسوف يخشفي مجددا بعد الألبوم إلى أجل غير مسمى حتى يشعر أن شروشه بدأت تلقص مشكل كبير مرة أخرى وسوف يعود من جديد ليجمع مال جديد ليوضع فيه مصارفه الضخمة التي يصرفها على الأشياء التفية كعادتي وقيل أيضا أن السيكس لاين يريد أن يتفرغ في فصل الصيف أي فترة زواجه من صديقتي الجديدة التي أعلنه سابقا أنه سيطلق زوجته السابقة ويزوج صديقته الجديدة وهو سيحتاج لفترة يبتعيد فيه عن أدواء الكاميرات ليعيش حياته الخاصة في ودوء هنا وعندما سينفذوا مالهم من جديد سيعودوا من جديد إلى الغناء وهذه هي حيات سيكس لاين وهذه هي حياتنا معنى كل مهور نتابعه في كل شيء يفعله يمكن أن نقول متحمسون لما يفعله هذا ما يمكن أن نقول على أنفسنا كانت هذه كل تكهنات وتوقعات وآخر أخبار أو الإنشاعات لشي ظهرت عن تاكاشي سيكس لاين في الفترة الأخيرة وفعلا هو الآن يسبب دجة على مواقع تواصل اجتماعي سواء في الانستغرام أو تويشر أو قناوات أجنبية في يوتيوب لذلك نحن نحاول أن نجمع كل شيء يتعلق بسيكس لاين في فيديو واحد ونشاركه معكم لكي نسمتها فقط بما يفعله وبما يقوله الناس عنه ودائما نحن نحاول أن ننقل الأخبار الصادقة ونشارك معكم أيضا إشعاج والأخبار الزائفة التي تطار عن تاكاشي كل هذا لكي تفهم الأخبار من جميع الزوايا وتحكموا أنتم بأنفسكم عن الأخبار الصادقة من الزائفة وفي نهاية نحن نستمتع فقط بهذه الأخبار وهذا كل شيء وأخيرا يستمعوا أن أصور فيديو وأدن أدى المغرب وهذا الشهر رمضان ويجب أن أقوم لكي أفتر وأنا ما زلت أصور هذا الفيديو لكن هذه هي النهاية ويتقبل بالله عملكم سيامكم وسيامنا وهذا كل شيء في نهاية إخوتي لا تنسوا دعم المقطع بلايك وسبسكرايب وتعليق تحت أسفل الفيديو ولا تنسوا مجاهدة الفيديوهات التي وضعتها لكم في الوصف كان هذا كل شيء ورمضان مبارك كريم عليكم وعلينا وعلى جميع أمة المحمد والمسلمين كافة في جميعنا هذا العالم وهذا كل شيء وأودعكم لنلتقي في فيديو جديد إن شاء الله بعد هذا الفيديو فطور مبارك ترجمة نانسي قنقر